ملفنا الثاني ملف إيران النووي حيث أعلن الدبلوماسي غربية أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني لا تزال عالقة حول ثلاث مسائل أساسية هي مدة الاتفاق، رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، وألية التحقق من احترام الالتزامات من جهته أكد كبير المفاوضين الإيرانيين مع مجموعة خمسة زائد واحد عباس عراقجي بأن الاتفاق المنتظر التوصل إليه لن يكون من مرحلتين وانطلقت اليوم جولة جديدة من الاجتماعات بهدف عقد اتفاق تمهدي يمهد لحل الأزمة النووية الإيرانية وهو الاتفاق الذي تأمل الأطراف المتفاوضة للتوصل إليه خلال الساعات المقبلة مفاوضات مراثونية تلك التي تجري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين من جهة أخرى منذ أيام في مدينة لوزان السويسرية لإنهاء الجمود في هذه الأزمة وتريد القوى العالمية الست تتعليق الأنشطة النووية الإيرانية لأكثر من عشر سنوات في حين تطلب طهران في مقابل الحد من أنشطتها النووية إنهاء سريعا للعقوبات الدولية التي تصيب اقتصادها بالشلل وتنفي طهران دائما نسعيها لتصنيع أسلحة نووية وتقول إن أنشطتها لها أهدف سلمية خالصة ورغم حل بعض القضايا أثناء المفاوضات إلا أن هناك خلافات لم يتمكن الجانبان من حلها من بينها مطلب إيران بمواصلة أبحاثها حول أجهزة الطرد المركزي المتطورة تقنيا بالإضافة إلى الخلاف على الاتفاق على ألية رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران ويشير بعض الدبلوماسيين الغربيين القريبين من المفاوضات إلى أن الوصول لاتفاق على هذه التفاهمات لا يعد حلنا قائلين أن هذا الاتفاق معرض للانهيار مع بدء مفاوضات الحل النهائي للأزمة بحلول مهلة ثانية غايتها الثلاثين من يونيو المقبل ويستشهد هؤلاء على صحة فرضيتهم بالتصريحات التي تصدر بين الحين والآخر من إيران وكان آخرها تصريح عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين والذي أعلن عدم الوصول إلى أي اتفاق في المحادثات بشأن برنامج بلاده النووي مع القوى الدولية فضلا عن تأكيد عراقجي في حديث لتلفزيون الإيرانية بأن العمل يجري للبحث عن حلول لجميع المواضيع المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية ومن ثم سياغتها في إطار نص مكتوب وهو ما لا توافق عليه بعض من القوى الدولية التي ترى في هذه المطالب شروطا صعبة من إيران ومحاولة لإفشار المفاوضات الدولية نفتح الملف للنقاش مع ضيف من العاصمة الفرنسية باريس الكاتب المحلل السياسي دكتور خطار أبو دياب أهلا ومرحبا بك وأرحب من بيروت الدكتور جمال وكيم أستاذ الإعلام الدولي بالجامعة اللبناني أهلا ومرحبا بكم أضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور خطار في باريس بداية عن نقاط الخلاف الرئيسية الاتفاق ورفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وآلية التحقق من احترام الالتزامات هل نتوقع انفراجة وتجاوز هذه النقاط الخلافية؟ الشيء الغريب أن هذا التفاوض يدوم منذ ديسمبر 2013 ونرى وكأنه عندما نصل الآن إلى الشوط الأخير إلى الساعات الأخيرة هناك مشاكل جديدة تبرز أو عدم تفاهم اللغة الدبلوماسية مع الغموض غير البناء تخفي مرات مطالب من هنا ومن هناك أو تعند البارز هنا زيارة على الأشياء التي تطرقتم إليها هناك مسألة نقل اليورانيوم المخصب كانت إيران على ما يبدو قد وافقت على نقل هذا اليورانيوم المخصب الذي يمكن أن يستخدم لتصنيع كومبلة نووية إلى روسيا بالأمس سعادت إيران عن هذا الالتزام وهي تريد بقاء هذا اليورانيوم في طهران هناك نقاط حول العقوبات تريد طهران رفعا كاملا للعقوبات القوى الغربية تريد الرفع التدريجي للعقوبات وهناك مسألة المدة الزمنية وكيفية التحقق حصلت تنازلات إيرانية فيما يخص أجهزة الطرد المركزي موقع فوردو وموقع آرارك لكن هذه النقاط الباقية ليست من النقاط السهلة وإذا لم يكن هناك من إرادة سياسية عند الجانب الأمريكي كما عند الجانب الإيراني لا نزال ندور في حلقة مفرغة نعم طيب دكتور جمال في بيروت يعني لماذا التراجع في اللحظات الأخيرة وقبل ساعات من انتهاء المهلة التي اتفقت عليها جميع الأطراف للوصول إلى حل لماذا التراجع عن نقل اليورانيوم المخصب للتخزين في روسيا الذي وافقت عليه إيران من قبل يعني أنا بتقديري لألا نغرق كثيرا بالمسائل التقنية هناك عدم ثقة من قبل يعني من ناحية من قبل الإيرانيين بالغرب لأنه يعتبر أن الغرب بادره بالعداء بادر الثورة الإسلامية في إيران بالعداء منذ أيام الأولى للثورة هذا من ناحية من ناحية الغرب يعني من ناحية القيادة الأمريكية هناك ومع طبعا حلفاؤها هناك أيضا يعني عدم ثقة بالطرف الإيراني ولذلك ذرى هذا التردد بمسألة الالتزام ببعض البنود والعودة عنها يضاف إلى ذلك أن يجب أن لا ننظر إلى إيران كوحدة هناك تيارات كما أن هناك دوائر مختلفة في الولايات المتحدة كل لها تصورها يعني في الولايات المتحدة من يهتم الآن لاتفاق مع إيران هي الإدارة أو مؤسسة الرئاسة باراك أوباما وفريقه ولكن هناك دوائر مؤثرة في الولايات المتحدة لا تريد اتفاقا هي تتشكك من اتفاق مع إيران هل توجد دوائر في إيران أيضا أو في إيران؟ أم بلى دعني أستكمل الفكرة رجان يعني هناك دوائر في الولايات المتحدة متشددة تخشى من دور إيراني إقليمي وترى أن هذا الدور سيكون معاذيا للولايات المتحدة وخطرا على مصالحها في المقابل هناك المحافظين في إيران تيار المحافظين الذي يرى أنه لم جدوى من النقاش مع الغرب ولكن أعطوا فرصة لفريق الإصلاحيين أو المعتدلين فلنسمهم ما شئنا ولكن فريق الرئيس روحاني للتوصل إلى النتيجة أو محاولة جس النبط ولكن هذا التيار الغالب في إيران لا يعتقد في إمكانية التوصل إلى اتفاق وقد انعكس ذلك في خطاب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإمام الخامنة عندما أعلن في خطابه ردا على رسالة الجمهوريين الأمريكيين كأنها كانت رسالة ضمنية إلى فريق الإصلاحيين أو المعتدلين فريق رئيس روحاني شفتوا أنه جربتوا وهذه كانت النتيجة أعتقد أن هناك عدة أطراف قد ترى استحالة التوصل إلى اتفاق أو صعوبة التوصل إلى اتفاق رغم أن فريق الرئيس روحاني في إيران وفريق الرئيس باراك أوباما في الولايات المتحدة مهتمان في التوصل إلى نتيجة كل لأسبابه يعني الرئيس روحاني يرى في الانفتاح على الغرب فرصا لتحسين الاقتصاد الإيراني خصوصا أنه يعبر عن فريق هو في غالبه رجال الأعمال الإيرانيين والأترياء وتجار البزار وغيرهم في المقابل في الولايات المتحدة باراك أوباما يحاول إعادة المسار نحو مقاربة جديدة للسياسة الخارجية الأمريكية ولكنه يعرقل من قبل فريق المتشددين في النخبة السياسية الأمريكية دكتور خطار يعني تصريحات صحفية لمسؤول أمريكي السابق قال تهافت إدارة الرئيس باراك أوباما من أجل توصل إلى اتفاق من أي نوع مع الإيرانيين والتنزلات الكثيرة التي يمنحها لهم من الممكن أن تكون لها عواقب كارثية على استقرار الشرق الأوسط وأضاف أنها ربما تفتح المجال لسباق تسلح نووي في كل المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط بالتحديد في دول الخليج إلى أي مدى ممكنا نعم هذه المخاوف لا تنبع فقط من مسؤول أمريكي السابق هي مخاوف موجودة ومنطقية أصلا إدارة الرئيس باراك أوباما منذ الولايات شاركة ومرشح محتمل باللئاسة جون بلوتون أيضا نعم راهنت على ذلك ولماذا؟ اعتبرت أنه آن الأوان ليكون هناك منظومة الشراكة الجديدة في الشرق الأوسط أو إعادة تركيب للسياسة الأمريكية باتجاه منظومة أمنية لها ركيزة لا يمكن أن تتزحزح بالنسبة لواشنطن أي إسرائيل والركيزة الأخرى إيران بينما اعتبرت هذه الإدارة أن تركيا بما أنها في حلف شمال الأطلسي فهي مضمونة والدول العربية هي دول تابعة وغير قادرة وهي تتبع للمضلة الأمنية الأمريكية ومن هنا عبر هذا التحليل كان هناك كل هذا التركيز على أولا مراعاة مصالح إسرائيل كان هناك إسرائيل موجودة كطرف التفاوض غير ظاهر ولكنه موجود وهناك قوة مثل فرنسا هي التي كانت لديها فكرة المفاوضات في العام 2003 عندما كانت لاشنطن مندفعة بعد حرب العراق للتفكير بعمال أخرى في إيران كما في سوريا وقتها إدارة الرئيس جاك شراك في باريس هي التي دفعت نحو التفاوض ونحو إيجاد حل سلمي للملف النووي الإيراني الآن إدارة أوباما لم تأخذ في الحسبان أن هذا المسلسل الطويل أفاد طهران بمعنى أن إيران التي استفادت من خسارة أكبر عدوين لديها أي صدام حسين في العراق وطلبان في أفغانستان أصبحت القوى الإقليمية الأساسية وأخذت عبر سلسلة من الأذرع تتمدد في الإقليم وهذا كانت واشنطن ربما تريد الشراكة مع قوة تلبي المصالح الأمريكية اليوم رأينا أنه بينما يتم التفاوض حول النووي كان هناك غارة أمريكية في العراق قتلت على ما يبدو إثنين من قيادات الحرس الثوري الإيراني إذن نحن أمام وضع سوريالي بعض الشيء وأظن أن المؤسسة الأمريكية ليست فقط بين الكونغرس وأوباما ضمن المؤسسات الأمريكية الأمنية والدفاعية والاستخباراتية هناك هذا الخوف من عدم القدرة على لجم إيران مستقبلا ولهذا نرى كل هذا الوضع بالطبع واشنطن حتى الآن تقول نفصل الموضوع النووي عن المواضيع الإقليمية لكن ما يجري في العراق ما جرى حول اليمن يرتبط بهذا الموضوع وعلى ما يبدو التشدد الإيراني في الساعات الأخيرة يعود لعتب على واشنطن لأنها هي في النهاية وافقت على هذه الحرب في اليمن نعم دكتور جمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر